السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بني واحتاج جماشة بيضة اي جماشة متوفرة عندك من شرط الجماشة دية وهنحتاج عصيان ممكن تستخدمي عصيان الشيش طوق زي ما انت عايزة خالص اول حاجة هجيب علبة الكنز وهفض فيها رز ممكن تحط فيها رملة ممكن تحط فيها عدس شعرية زي ما انت عايزة خالص بس عشان علبة الكنز تكون متوازنة معي هبدأ دلوقت كده جيب الغطة البلاستيك ده وزي ما انتوا شايفين وهجسه كده على شكل داير علشان اكفل بي جزيست الكنز اهبالشكل ده وكده هكفلها كده عشان طبعا اللي انا حطته جواها ما ينزلش منها هبدأ دلوقت اخد قطع كده صغيرة وهجفل بيها كمان بالشكل ده وكده علشان تكون معي محكمة ما تسربش اي حاجة خلاص كده هو اتجفلت معي تمام هبدأ دلوقتي اجيب العصيان بتاعتي دي ستيك بتاع ايس كريم ممكن تستخدم زي ما قلتلك كده عصيان الشيش تاوق زي ما انت عايزة خالص اها بالشكل كده هعملها رجول للخروف هبدأ دلوقت اخريمها بالشكل ده وكده اها كده يا حبابي زي ما انتوا شايفين بجد تحفا وهيفرح بيه ولادك خالص هدخل كده العصيان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وكده هعطلها شمع طبعا عشان تتماسك اكتر اها بالشكل ده وكده هسيبها لحد ما تنشف هبدأ دلوقتي الف الخيط الصوف بالشكل ده وكده على ايديه علشان اعمل منه كور معلش مسارع الفيديو خالص عشان طبعا هو طويل خالص هلف كده عليه خيط وهبدأ اربطها بالشكل ده وكده وهجسها كده من على الجناب زي ما انتوا شايفين هتعمل معايا كورة بالشكل ده وكده هففها عشان تكون معايا متساوية هبالشكل ده وكده هعمل معاك واحدة كمان هلفها كده على صوابع الاتنين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده وكده هجيب كده حتة من الصوف وهربطها بالشكل ده وكده وهبدأ افتاحها كده من على الجناب هسويها زي ما انتوا شايفين معايا هعمل كده كده واحدة وهورها لكم خلاص كده انا عملتهم زي ما انتوا شايفين هبدأ دلوقتي اجيب الجماش البيضة بتاعتي ممكن تستخدم اي جماش متوفر عندك بس لازم تكون بيضة عشان متعكس على الفرو اللي احنا عملناه بتاع الخروف هبدأ كده افتح فتحتين بكين الرجول علشان ادخل منها الجماشة بالشكل ده وكده هحط كده شم علشان الازجها كويس خالص بالشكل ده هجفلها كده كويس خالص وهسويها كويس خالص لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمليلي لايك ولو لسه جديدة في القناة اتمنى تشتركي فيها وتفعليلي الجرس هجص كده الجزء الزيادة هجفلها كده هوا زي ما انتم شايفين بالشامعة خالص اها بالشكل ده وكده يا حبابي لو حابين افكار تانية الخروف العيد او زينة العيد جلولي في التعليجات وان شاء الله نعملها مع بعض وتكون سهلة وبسيطة اها بالشكل ده وخلاص كده جفلتها زي ما انتم شايفين هبدأ دلوقت كده الف الخيط على الرجول باللون البني طبعا هكسيها كده خالص هغلفها بالشكل ده وكده حطت شامعة افضل الف كده في الخيط لحد ما غلفها كده كويس خالص خلاص كده يا حبيب عملتها بالشكل ده وكده زي ما انتم شايفين هبدأ دلوقت اجيب الفرو والزجوا معاكم كده بالشامعة اها بالشكل ده وكده بصوا شكلها بجد تحفة لما نشوف النتيجة في النهاية بصوا لو عندك صوف تاني ممكن تزاودي جبت غطة تاني بلاستيك زي ما انتم شايفين كده وهبدأ اجوص الوش اها بالشكل ده وكده اي غطة بلاستيك استخداميه مش شرط الحجم او الشكل ده هسويه كده كويس خالص على شكل بيضاوي اها كده زي ما انتم شايفين مش ياخد منك واك ولو عايزين اي افكار تاني زي ما قلتلك الخروف العيد ممكن تقول لي في التعليجات وان شاء الله ننفزها مع بعض عملت كده الودان بتاعته اها بالشكل ده وكده هسويهم زي بعض اها كده يا حبيب زي ما انتم شايفين طبعا هجيب ورق الفم البني وهحاول كده اجوص علشان اغلفها بالغطة البلاستيك اللي انا عملت منه الوش بالشكل ده وكده هبصوا بمنتهى سهولة ما فيش حاجة هتاخد في ايدك وقت بصوا شكله بجد طحفة وكمان ممكن تعمليه على عيد وتحطي كده هوا على الترابيزة للضيوف وهم داخلين كده يعايدوا عليك بجد شكله روعة هتشوفوا شكله في النهاية هغلف كده هوا الودان وهلزجها التانية كمان زيها احط كده شام علشان تلزج معي كويس طبعا الشام هيخلي الخروف آآ لازج كويس مش هيفك منك اي حاجة منه مش هتفك خلاص كده بصوا غلفتها بالشكل ده وكده جبت طبعا قطعة الفم البيضى وجصت منها شكل الفروة بتاعت الخروف كده شكل راسه اها بالشكل ده وكده بعد كده قلت اعمل مادة الرجب بتاعت الخروف كده عشان يديني شكل كده احاق ان هو بصص آآ علي وكده فحبيت ان انا اعمل ايه يعني كنه رول كده اطويب الشكل ده والزجه في المكان ده مكان الوش كده وبعد كده الزج فيه الوش بتاع الخروف معلش لو مطلق بتا في الكلام بس الشرح آآ بتاع الفيديو التصوير شرح نفسه هالزج كده البتاع دي زي ما قلتلكم آآ الفروة بتاعت راس الخروف بالشكل ده هبدأ دلوقت اعمل العين اهو كده زي ما انتو شايفين اعملت العدسة بتاعت العين كامل لو عندك العيون المتحركة دي هتبقى احسن وافضل وهتبقى احلى خلاص كده حبابي انا خلصت الخروف بصوا شكله بجد تحفز زي اتمنى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملولي لايك اشوفكم على خير وبخير دايما في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته